مشاهدينا بنجد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى مسترياح القاهرة الجديدة بينصب على أكثر من 13 شخصا بين موظفين ومشاهير ورجال أعمال والأجهزة الأمنية تقوم بإلقاء القبض عليه التفاصيل كاملة من خلال هذه التقطية فتابعون خلونا نبتدي مع حضراتكم ونقول أنه بالفعل كشف التحريات الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة عن مسترياح القاهرة الجديدة والذي استولى على ملايين الجنيهات من موظفين ورجال أعمال بعدما طبعا زعم توظيفها في استيراد قتع غيار السيارات من الخارج وأيضا أكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة التي بشرها اللواء على بشندي مدير الإدارة العام لمباحث القاهرة أن بالفعل المتهم يبلغ من العمر حوالي 22 عاما وقام بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بينهم موظفون ورجال أعمال وأيضا أشخاص عادية تحت ذريعة استثمارها في استيراد قتع غيار السيارات من الخارج كما أيضا أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى قيام المتهم بالإيقاع بالضحايا بالهيئة التي كان يظهر بها حيث قام باستئجار العديد من السيارات الفارهة للنصب بها وبالفعل هو أقنع الضحايا بإعطاءهم أرباحا عن أصول المبالغ المالية تصل لـ 30% حتى بالفعل استطاع النصب على أكثر من 13 شخصا بين موظفين ومشاهير ورجال أعمال وبالفعل وردت بلغات الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة أفادت بقيام شخص مالك شركة شهيرة بالاستيلاء على أموالهم بالزعم توظيفها بهام الشربح وصل لـ 30% في مجالات قتع غيار السيارات وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة أن المتام في العقد الرابع من العمر وقام باستيلاء على أموال الضحايا نظير توظيفها في مجال استيراد قتع غيار السيارات من الخارج وكان يذر أمامهم بسيارات فارهة لاستكمال مخططه طبعا بشكل جامل وعقب تقنين الإجراءات وأعداد الأكمل اللازمة ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المستريح ووالده وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة التجامعة الأول وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واختار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات وصرح ضحايا مستريح القاهرة الجديدة خلال محاضر الشرطة أن المتهم كان يتقابل معهم بسيارات فارهة وبالفعل أقنعهم بتجميع أموالهم وتشغيلها في استيراد قطع غيار السيارات من الخارج بهام الشربح يصل ل30% من أصل المبالغ وأضاف الضحايا أن مستريح القاهرة الجديدة كان يظهر في كل مرة بسيارة مختلفة وإنه بالفعل استطاع تجميع قرابة 300 مليون جنيه من الضحايا إلى أنه اختفى فجأة ولم يظهر فقاموا طبعا بإبلاغ الشرطة مشاهدين الكرام إلى هنا بتكون انتهت التخطية طبعا بنشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة وإلى المقبلة